موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام اسعدني ألتق اليوم وياكم في فقرتنا التربية تحت المجهر بداية نقول مع أهل أوضاع يزاهم الله خير وشكرا شكرا شكرا لكل من يقف في هذه الأزمة يخدم الكويت وبلدها وهذه هقوتنا في عيان الكويت ما يقصرون دائما هم أرواحهم في داعا للوطن سواء من الطواقم الطبية أو وزارة الداخلية أو الدفاع وكل من يعمل في العمل في خلال هذه الأزمة أزمة الكورونا اليوم لأن هذا الوضع اليوم اللي شايفينه وبناس يعني وضع الكورونا رح نلتقي مع مجموعة شباب كويتيين معلمين ومعلمات خلنا نشوف معاكم هذا الفيديو إذا كان جاهز رح نرحب فيكم معياننا مجموعة شبابنا بناتنا وعيالنا المعلمين اللي بادروا في مبادرة معلمون متطوعون خلنا نلتقي اليوم فيياهم معانا الأستاذ بدر بن قيد حضرتك منسق المنسق العام لمبادرة معلمون متطوعون والاستاذة مريم الكندري عضو في مبادرة معلمون متطوعون هذه المبادرة طبعا مبادرة جميلة وجيدة وإذاكم الله خير وفيها أشياء جميلة نحب نشوفها ونعرفها من خلالك أنت أستاذ بدر ممكن تتكلم لنا عن هذه المبادرة اللي هي مبادرة معلمون متطوعون المبادرة انطلقت في 2017 بهمة معلمين معلمات جزارة التربية ولبين النداء لأحد أولاء الأمور وانطلقنا في 2017 وصلنا الآن سنتين ودخلنا للسنة الثالثة وقعنا نحاول نقدم مراجعات مجانية لطلبة الكويت من الصف الرابع تداية حتى الصف الخامس والثاني عشر أديبي وعلمي ونغطي الدروس قبل موعد اختبارات بفترة وجيزة حتى تكونوا الطلبة جاهزين ونساعد أولاء أمور في تخفيف الضغط المادي خصوصا في ظهور مثل أنت عارفة مشكلة الدروس الخصوصية يعني أنت بديت في المبادرة من 2017 كبداية تقديم دروس مجانية تقوية للطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني من الصف الرابع إلى الثاني عشر والسادة لول ودورش في هذه المبادرة أنا أوشاي كنت عضو متضوع معلم آدي متضوع بعدين صرت عضو إداري فكنا نسق بين الجداول بين مواقع الاختبارات بين اليابون المعلمين يعني كنا نوفر لهم نحاول كثير ماندة نوفر لهم كشيء من تصوير من طلبة من حضور الطلبة نتأكد من دخولهم وخروجهم بالحصة خصوصا أننا عندنا بريك بسيط وأنتي الدرسين أي ما تددك أستاذة؟ علوم للمرحلة متوسطة مرحلة متوسطة وأستاذة مريم الكندري حضرتك معلمة فيزيا يعني نعم شون دورك في هذه المبادرة؟ مثل ما قالت زميلتي لولوة أنا كنت معلمة عادية وبعدين بدأت شؤون إدارية تنظيم الجدول تهيئة المكان حق المعلم تنسيق دخول الطلبة وخروجهم بالحصة الدراسية اللي احنا نحطها أو المراجعة الدراسية وشغلنا حلو حلو الله أعطكم أنتو خلال هذه الأزمة أطلقت أستاذ بدر حملة اللي هي علشانها نطوّع نعم يعني هذه المبادرة اللي أنت أطلقتها شنو الهدف منها؟ دائما يعني إذا نرجع حق التاريخ أنا مدرسة تاريخ أرجع شوي حق التاريخ أول من تحرك بعد ضرب اليابان في الحرب العالمية الثاني هو المعلم نعم توجه إلى الميدان خرج جمع طلابه بدأ يدرسهم ويعلمهم نعم شون ينتقلون من المشكلة إلى الحل نعم هذه الأشياء أنا طلعتها أسبوع اللي فات دعوة لكل المعلم ومعلمة في الكويت أنه يستفيد من نصات تواصل الاجتماعي الموجودة والأساس أنها موجودة عندنا وكان متوافرة عندنا نعم أنه يقدم فيها المراجعات للدروس اللي فاتت نعم حتى يظل الطالب والأمر على الطلاع بآخر شيخ هذا قبل العطلة على أمل إن شاء الله في حال يعني ردينا إلى المدارس وخال الأمر طبيعي نكمل بدراسة العادي والحمد لله يعني وايد ناس ما شاء الله تفاعلت معناه الحمد لله يعني أنتوا من النوع اللي يعني عطيته دفعة للتعليم الإلكتروني والتعليم الرقمي وتفعيله في عملية التعليم والتدريس للمناهج الدراسية نعم وكانت بدايتكم اللي هي مراجعات لكن الحين بهال الوقت اللي إحنا نمر فيه بأزمة أطلقت هذه الحملة للمراجعات نعم إحنا عملنا طبعا تقرير عن رأي الجمهور بالتعليم الإلكتروني رح نشوفه معكم بظل الأزمات اللي عم نتلقاها وقرار تعطيل المدارس للحفاظ على صحة وأرواح تلميذ هل أصبحنا اليوم بحاجة لمنصة إلكترونية لشرح الدروس والمناهج الدراسية لتلميذ للتعويض عن تأخير الدراسة الأجوبة بهيدا التقرير إيه طبعا يعني أول شي نشكر رأسا اللي بادروا هالمبادرة هذي المدرسين اللي بادروا هالمبادرة وبالعكس شي راح يفيد الطلبة وممكن حتى بالمستقبل يعلمهم شون يعتمدون على روحهم في تحصيل الدراسة وتحصيل العلم خصوصا بالجامعة اللي يعتمد نظامها على نظام سلف استدي فبداية زينة ومبادرة جميلة منهم يشكرون عليها إيه عادي ليش تعطلون بالعكس بالأونلاين بالعكس أفضل عشان ما تضيع وقت ولا تضيع عليهم أيام هو أفضل طبعا إن الأولاد يعني حتى لو هم قاعدين في البيت ويدرسوا في البيت هيبقوا أفضل أحس تختصر علي الجهد الوقت بكل الأحوال هم يستخدموا الميدي يعني وفرت علينا كثير أشياء يعني هذه الوسائل بخير صح مفيدة ما أقولش مفيدة ولكن مو بشكل مباشر لما أنا أشرح وأقول شو أمثل الجدامج وخليش أنت يعني بنفسك الطبقين غير لما واحد بس يشوف بجرد ينظر يا حق الشي وأنا أشوف أن استيعابها مو صعب وجدا يعني يكون تمام حق الطالب أنه يعتمد على نفسه بالفهم يكون فيه اعتماد بالفهم أنه يراجع مرة مرتين ثلاثة لمن يصيد الفكرة بس أنا أشوف أولاين ناجح والأفضل أنه يتعلمون على الأولاين ويدرس على الأولاين وزين ما فيه شيء أستاذ بدر الجمهور متفاعلوا إياكم أنه هم متقبلين عمليات اللي أنا أحب أعرف أنت وشمع لحين لما أطلقت هاشتاغ علشانها نتطوع هل كان في هناك من المعلمين عندك مجموعة معلمين طوعوا إياك إحنا طبعا بموادرة نفسها عندنا عدد معلمين معانا متفاصلين معانا وعندهم منصات التوقاص والاجتماع ويطلقون أساسا حتى في السنتين اللي فاتت عندنا نعم أنا عندي حساب سادة لول وسادة مريم عندنا لكن مع الهاشتاغ اللي طلع فيه معلمين فعلا دشوا الآن افتحوا حسابات في اليوتيوب من استجرام تويتر ما أدري شنو افتحوا لقوا أن العملية صارت وايد سهلة أنهم يقدمون وينتقلون من التعليم العادي إلى التعليم الإلكتروني لكن اللي قاعد يصير هذا ترى مو تعليم الإلكتروني نحن خلينا نكون واقعيا اللي قاعد يصير هو فقط عملية توفير مادة علمية الطالب يرجع لها يراجع لها حق الاختبارات حق يعني بعض الدروس لكن التعليم الإلكتروني منظومة مختلفة تماما تحتاج إلى أكيد إلى تنظيم كبير من الدولة ما هو مختصر على أشخاص أو مبادرات مثل هذه يعني ممكن أنتم تنظمون بطريقة بحيث أنكم تعملون لأن أنا اللي شفت أنتم كذا أبليكيشن وايد في هناك عدد من أبليكيشنات وطوعت معاكم صحيح في الشغل نعم وهو في أكثر من منصة تعليمية موجودة في الكويت سواء كانت مجانية أو كانت خاصة بفلوس لكن بطبيعة الحال الطالب لا تكون تلزمينه في واحدة من هذه المنصات إلا تكون منصة رسمية نعم لكن بالنسبة لنا بشكل عام نحن نعم 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 الطالب قد يدورنا لأنه يثق في المعلم الموجود في المدرسة فليش ما يكون عند نفس هذا المعلم تطبيق أو يكون عنده حساب خاص يديش من خلاله أو عن طريق مثل أستاذة لولو أنا عندي تعليق بسيط بس اللي يعني صد اللي يحب الكويت يعني خصوصا المواد الغير أساسية مثل الحاسوب يعني حتى بالحملة علشان هنطوع قاموا يشرحون حق المعلمين شون يصورون دروسهم يعني أكثر من المدرس حاسوب بالله نزل برنامج وابليكيشن وأن طريقة تسجيب اليوتيوب طريقة تسجيل عن طريق البرنامج يعني أهما كان لهم هما جزء كبير وأن المعلمين يتسجعون أساسا ويسجلون يعني فعلا مقصر والسادة مريم والله شوفي يعني أنا صراحة أستانس من ردود أفعال الناس يعني وهم قاعد يقولون الفكرة مو بطالة على قولتهم هي كفكرة مثل ما قال أستاذ بدر هي مو تعليم إلكتروني إحنا مقاعد نطبق التعليم الإلكتروني اللي مفروض يطبق كمنهج حق التدريس إحنا مجرد أن نعرض أو نوفر المادة العلمية حق الطالب عشان وهو قاعد بوقت فراقة يستغل بشي مفيد لو يراجع درس أخذ في الأسابيع الأولى اللي إحنا درسناها يعني إحنا تقريبا ثلاثة أسابيع بس درسنا نعم فيعني هي كنة أداة المدرس يستخدمها هو قاعد ببيته حق طالب قاعد ببيته هي مراجعات حق اللي درسوهم إياه خلال ثلاث أسابيع نعم إش رأيكم تسمعون إحنا رأي الطلبة إحنا رأي الطلبة بالمبادرتكم فضل إحنا نسمع الحين رأي الطلبة في تفعيل المبادرة اللي أنت تقدمتوا فيها في مراجعاتكم يلا نشوف التقريب نهاية يعني كن أحسن لأننا ما في أطلح حق ندرس فأنا يعني كن فرصة هذي ندرس حق الفاينل لا ما أتوقع لأن الدرس والشرح جدام المتعلمين يفهم أكثر من الشرح إلكترونيا ليش لأن المعلم يوصل المعلومة في ذهن الشسمة الطالب بسهولة جدامة يعني حتى إذا ما فهم يعيدها أما إذا الشرح بعيد الفيديو أكثر من مرة ومرة حافهم إذا حاولت مثلا إذا واحد ما عنده إنترنت إذا واحد ما عنده تليفون إشلون المعلمين يكونون ويا أونلاين لازم يقول أستاذ جدامي عشان يقول لي وانا أفهم يعني لازم أقول وراه ويقول لي وانا أقول وراه عشان أفهم أعدل هذه آراء أكيد لكن أكيد ما عنده تليفون مخباته نعم صح؟ وأولي أمر عنده تليفون نعم بطبيعة البيت ما يخلى من تليفون من أيباد من أي جهاز أكيد المعلم بالصف سيعيد الدرس مرة ما يقدر يعيده ما في وقت أصلا الحين نتكلم الظرف الحالي بالتالي إذا كان على أيباد إذا كان باليوتوب وينما يكون مجرد أن يعيده والآن في التعليم الإلكتروني الفيديو ما يتعدى خمز يائق نعم والآن واحدة من استراتيجات التعلم أن التعلم المقلوب أنه أنا أخلي الطالب يروح البيت يشوف فيديو مصدر تعليمي يشوفه ومن خلاله يستوعب الفكرة ويحاول يحل بعض التمارين أو من الأسئلة ويرجع المدرسة يراجع معي نعم ما عادوا أنه لا أروح المدرسة أتعلم لا أنا أروح المدرسة حتى أحلل هذه المهارات الاكتشاف والابتكار المفروض تنزرع بالطلبات هل نقول أن طلبتنا تعلمها أو تعودها وعي التعليم التقليدي هل سادة الولواء 100% تعودها يعني لدرجة أنه لما نتغير الفكرة أو لما نتغير اللعبة تتقدم طريقة الدرس بشكل غير مباشر الطلبة تشوف اندماجهم 100% وإياك أنت وينك من زمان زينه درس كل المواد يعني مع أنه وائد معلمين ممقصرين يستخدمون تعلم اللعب اللعب يوصلون بطريقة غير مباشرة بس الطلبة بس ما زالوا طلبة يستغربون من هذا لأنهم يحتاجون وقت يمكن أن تقبلونها يمكن ولأنهم طالح من البتدائي على تأسيس توجيه المعليمين كلهم تدائم وصلت هنا وكل على التعليم أستاذة الولواء ما رأيك أنه وصلنا أو يعني الحين نحن بحاليا بوقت نحتاج أن نتحول تدريجيا إلى التعليم الرقمي يعني وجودها مهم لأن التواصل يعني مباشرة يمكن ينقل الأحاسيس بين الطالب والمعلم أسرع أو أفضل من التواصل الإلكتروني بس نحن نقول نقدر نخلي التواصل الإلكتروني أو الأشياء الإلكترونية مساعدة للمدرس يعني أنا عن نفسي لو تنتسألوا طالباتي نفس الأسئلة اللي سألتوا الطلبة يمكن يقولون لكم أنه يعني مبله نبي هذا ونبي هذا يعني أتوقع الطلبة اللي كانوا قاعد يناقشون يمكن ما جربوا التعليم الإلكتروني أو ما جربوا أنهم يشوفوا نفس المدرس يدرسهم مثلاً باليوتيوب أو على الإنستغرام يعني أستاذ بدر خلال الحين الإجازة أسبوعين وممكن ممكن حسب اليوم الأخبار المتداولة أنه ممكن تتمدد الصير يعني شهري ممكن ممكن فأنت يعني عموماً يعني عموماً خلال هذه الفترة ماذا تنصح الطلبة مدام في مبادرة وأعتقد أن أنتو بديتوا بعملية أنا اللي أتابعكم عملية التصوير من باطر شنو رح تبتدون فيها رح نبتد نصور المعلمين نعم عندنا جدول ماشيين عليه مشكورين دار العثمان أعطونا المكان الدعم منهم في دار العثمان رح نصور فيديوهات مختصرة جداً للدروس اللي فاتت نعم والطالب رح يحصلها بشكل أعتقد بعد يوم أو يومين من التصوير رح نرفع هذه الفيديوهات على اليوتيوب على قناتنا مجاناً نعم لكل المستويات تدائي من تصوير ثانوي ويدخل الطالب خمس دقائق سبع دقائق في كل مادة يشوف ملخص الدروس اللي فاتته لأنه في نهاية الأمر معظم المواد اللي قاعدة ستطالب تراكمية لازم هو فاهم الجزء الأول حتى يكمل الجزء الثاني يعني رح تعمل مراجعات للفصل الأول هذا حق الفترة ثلاثة سابق إيه إضافة إلى وجودنا إحنا إن شاء الله إذن الأمور كانت أفضل ما يكون في بداية شهر أبريل رح نكون في مجمع بروميناد نستكمل المراجعات الفعلية في فصولنا رح نفتح الباب حق كل الطلاب كل فصل اللي نحن قاعدة نسوي موجودة نعم نستقبل عدد معين من الطلاب ونوفر المواد اللي نقدر نوفرها الأساسية بالدرجة هذا التصوير اللي أنت رح تبطي تصوير وتبث المراجعات من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر إيه باعتبارة أستاذة لولو إدارية هل في هناك نوع من المتابعة ومراقبة المعلم وهو يصور المادة بحيث أن كل المادة المنهج الدراسي يعطيها مضبوط يعني ما يدخل فيه معلومات مقلوطة ومعلومات يعني خارج المنهج أول شيء تصويرنا مو لايف فعادي حتى لو داش نقدر نقص نقدر نعدل نقدر نسوي كل شيء وثاني شيء إحنا عضاء المبادرة موجودين حتى التصوير تصوير الشركة تبع المبادرة المطوعين وينما تتابعونه شركة بكسل نعم تراقبونه يعني إذا صار أي شيء بس أهم ما شاء الله لإهلا الله معلمنا عشر على عشر جميعهم كويتين جميعهم كويتين في معلمين غير كويتين إذا ههم الله خير زين الآن إذا حبوا يتواصلون معكم أولياء الأمور وليوم شافونا طبعا وممكن ولي أمور يحب يتواصل معكم أنت قلتوا الآن حاليا عندكم قناة ممكن تذكر الوسائل التواصل اللي رح يتواصلون فقط إذا يدخل على الإنستغرام يكتب معلمون تطوعون رح يدخل راحل كويتين يدخل عليها ويتواصل معنا الخاص فقط يصبرون باسم الإستغرام معلمون تطوعون الإستغرام تويتر حتى في اليوتيوب حتى في التليجرام إلى الآن يعني بس يطلون هاليومين نفس الاسم بس يدخلون هاليومين يعطون بس مجال بس نرفع الفيديوهات وعلى فكرة يعني من غيرنا إحنا حتى في معلمين ما شاء الله مفعلين الهاشتاغ هذا أساسا اشتغروا يعني أمس تابعت فوق الخمسة عشر إلى ستة عشر معلم ومعلمة افتحوا لايف وقعوا يشرحون خلاص بالتالي محد راح يوقفون يعني الحين المبادرة أن كل معلم يفتح إستغرام يروح ويشرح اللي يحاب يديش معاني حياها الله ما عندنا أي شرط مجانا جميع جميع حتى لما يحضرون معاكم في المجمع مجانا مجانا جميع الطلبة حتى الكويتين غير الكويتين مفتوح طبعا أنتو الحين هذه المراجعات إذا تموا مثلا شهر أو أسبوعين راح يتم المراجعات على وسائل التواصل كلها وبعد ما تنتهي إن شاء الله الأزمة ويرجعون الطلبات شهر أربعة راح تستمرون من المراجعات على قنواتكم نحن رسمي شهر أربعة خطتنا راح ننطلق إن شاء الله متوقع العدد الإجمالي لهذا العام الدراسي اجتاز السبع تلاف طالب وطالبة لجأوا لنا في المراجعات وهذا رقم خطير يعني ما هو شيء سهل كم العدد راح نحن متوقع نستقبل في نهاية العام الدراسي مع الدور الثاني نعم راح نطوف سبع تلاف طالب وطالبة ما شاء الله سبع تلاف طالب وطالبة عندها الأرغام أنا قلت ليش لأن الكورسي اللي طاف فقط اللي هو الفصل الدراسي الأول 2016-2020 استقبلنا ما يقارب ثلاث تلاف طالب فقط الكورسي الأول ما شاء الله فكانوا بالضبط إذا بكون دقيقة 2925 طالب وطالبة يعني أنت في الفصل الأول حضر عندك ثلاث تلاف طالب تقرير لدروس التقوية المجانية نعم مجمع بروميناء وإن شاء الله يحضرون عندكم إن شاء الله الكورسي الثاني إن شاء الله يعني يعني يرادكم سبع تلاف يوصل سبع تلاف طبعا نحن ما نحسبها بالطالب نزين أنا يعني إذا هل يعني إحنا خلنا نقول يعني إذا إذا تواصل يعني إذا كان عند الوزارة رغبة إنها تحتضنكم وتفعل مبادرتكم هل لديكم القدرة على إنكم جميع يعني كل المنهج الدراسي لفصل الثاني تنزلونه كامل بالتصوير دروس مشروحة نعم أنا يعني كل على يقين يعني إذا الوزارة عيت وقالت تعالوا إحنا مادين إذا من الحين ومديناها من سنتين معده أي مشكلة إحنا عيال الوزارة بالنهاية نعم أنت عيالها فراح نفتح الباب وبس يعطوننا المجال صدقيني خلال شهر كل مناهج الدولة من الأولى ابتدائي إلى الثاني عشر موجودين على اليوتيوب بس يعطوننا بس غريل لائت دي الشو وراح تشوفين أستاذة لولوه عندكم يعني تقدرين كناحية إدارية غير الفنية التدريس تحطون جداول تنظمون دخول الطلبة والأوليان المور عليها نعم إن شاء الله وإحنا أساساً مثل ما قال أستاذ بدر أساساً في معلمين شغالين من زمان بهذا الموضوع فما رح يكون عندهم قصور أو يحاتون هذا الموضوع الحين الحين عند أستاذة لولو مريم يعني إحنا نتمنى إن شاء الله إن إحنا ما تطول الأزمة وإذا طولت إن شاء الله يكون تفاعلكم هذا طيب ومبادرتكم ممتازة في عندنا تقرير رح نشوفه معكم خنشوف التقرير معكم بخصوص التعليم الرقمي اللي أنتو أو مبادرتكم طبعاً خنشوفه والآن الفترة المعطلة حسن قرار مجلس الوزراء لمدة أسبوعين وهذه الفترة قاعدة تجهز وزارة التربية لعودة أبنان الطلبة لمدارسهم وأيضاً من ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد هو تجهيز العيادات الطبية الموجودة في مدارس وزارة التربية وأيضاً هناك لسد النواقص اللي موجودة في ظل ظروف الراهنة أما بالنسبة لخطة الوزارة ما بعد عودة الدراسة واستعنافة حسب التاريخ المحدد عقدت الوزارة اجتماع مع معالي الوزير صباح هذا اليوم لتنسيق في هذا الشين وأيضاً بترحيل مواعيد الاختبارات بالنسبة لمختلف المراحل الدراسية بدءاً من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني عشر وراح تكون إن شاء الله فترة الاختبارات تنطلق ما بعد فترة العيد الفطر السعيد إن شاء الله مباشرة راح تنطلق اختبارات نهائية لجميع الفصول الدراسية بدءاً من مرحلة الصف الخامس الابتدائي إلى مرحلة اثنى ونتمنى لجميع أبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح صراحةً أنا يعني عاجزة أني أشكركم أنتو عيالنا عيال الكويت وهذا الهقوة فيكم وعسى الله يبارك فيكم ويجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم مبادرة جميلة جداً صراحة أنتو قاعدين تخدمون طلبتنا ومهم في المنازل وتقدمونهم عسى الله يوفكم ويبارك لكم في أعمالكم وإن شاء الله دوم للأمام والنجاح وأنا شكرا لكم جداً حضوركم معاننا اليوم عسى الله يوفكم والله يكتب لكم النجاح إن شاء الله في أعمالكم تسلمون إن شاء الله في الختام طبعاً أشكركم مشاهدين الكرام وعلى إن شاء الله نلتقوا إياكم الأسبوع القادم على خير وتكون إن شاء الله الأمور نحلت ونلتقي وياكم على خير يا رب العالمين مع السلامة